تواصل وزارة الخارجية جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وفي بين لها ذكرت وزارة الخارجية أنه في إطار حرس غرفة عمليات القطع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة إسكندرون بولاية هاتاي التركية مشيرة إلى أنه تم نقل جثمان الضحية إلى أحد مستشفيات الولاية حيث تتبع السفرة المصرية في أنقرة التنصيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلاة باستخراج شهدة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان وأعربت وزارة الخارجية عن خلص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية مؤكدة استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ ترجمة نانسي قنقر